نروح إلى خبر الأسبوع من صحيفة عكاظ وزير الثقافة يلحق الأندية الأدبية بمركز القطاع غير الربحي فيصل الملحم يقرأ خبر الأسبوع والدكتور يعلق عليه بعدما نسمع الحقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الأندية الأدبية بمنصة المركز الوطني لمؤسسات القطاع غير الربحي وأكد وزير الثقافة في برقية موجهة لرؤساء الأندية الأدبية الستة عشر بدرورة التسجيل في منصة المركز خلال الشهر الحالي وتفعيل ما تضمنته استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي الهادف لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية تنتشر في جميع المناطق من خلال ستة عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا شكرا للزميل فيصل الملحم تفضل الدكتور التعليق شوف أنت تعرف طريقة يا هلا بالعرفج ويحاول أن يبحث عن أصول المسألة ولين نصل الحاضر أول نادي آدبي هو نادي جدة آدبي صدر قرار في إنشاء ألف وثلاثة تسعمية وخمسة وسبعين بأيام ما كانت الأندية تابعة لرئاس العام رئيس الشباب في عهد سمو الأمير فيصل المفهد رحمه الله بعدين تتوالت الأندية حتى وصلها ستة عشر ناديا اليوم غالبية المؤشرات يا بويحي أنا بمسك العصى من النص اليوم لن أنحاز لأن المستفيدين الأندية مدافعين عنها واللي ما استفادوا منها يقولوني يجب أن تغلق حنا سنمسك العصى من المنتصف بكل حيادية غالبية المؤشرات تشير إلى أن مأرحلة الأندية الأدبية تقترب من النهاية ليش؟ للأسباب التالية أولا أنه يقال أن الأندية الأدبية مواكبة التغيير هذا واحد وهذا ليس لا أعتقد أنه هو المبرر المبرر الثاني لما ترجع الرؤية عشرين ثلاثين أن الثقافة يجب أن تكون منتجة بمعنى أنها تخدم نفسها بنفسها مسألة الرعاية وأنه يصرف عليها يعني بمعنى أن الثقافة ذي يجب على الأقل أنها تعطي نفسها بنفسها لذلك يحولت الآن وزارة الاجتماعية تطلع تصريح من الوزارة بالمنصة أنك أنت قطاع غير ربحي بمعنى أنه اللي يشتغلون فيه هم شبه متطوعين عندهم مكافآت رمزية نجي طويل العمر على مستوى الإنتاج لازم يكون في حوكمة الآن دي لديك كل العهود الرحمة في حوكمة بمعنى الآن تجي النادي الفلاني ما بنذكر عشان ما نحرق لذلك يا أخي حنا صدرنا خمسين أستار طيب الأستارات دي نصبت للناس هل هي قيمة هل أفادات هل ما فهذا موضوع طويل ممكن يبغى له عشرين حقا هو فعلا يبغى له نقاش لأنه برضو إحنا ما نقدر نأخذها بالشكل العام اللي أنت تقوله دكتور لأنه في الداخل في كل نادي عنده لجنة تجيز الكتاب سواء كان ديوان شعر ولا رواية ولا قصة وما هي أي لجنة بالعضة أنها من الأشخاص المختصين الجيدين أيوة هم الآن وصلوا لها المرحلة أنه الأندية الأدبية بعضها يغلب على رؤساء الأندية أنهم كبار في السن أدباء وممتازين وكذا لكنهم لا يجعلون المرحلة وبعدين لا يزعلون الأندية الأدبية موسى التطوير مشى على كل الروس يعني أنت تعرف وزارات دمجة في بعض برامج غيرات مناشط غيرات فالأندية الأدبية جتها عاصفة التغيير من هالباب أنه ما حد ضدها بس هم يقولون نطوروها خلوها فاعلة إيش جينا تبقى انضمامها للقطاع غير الربحي هل سيطورها لا انضمامها هو بس يخففها باب الوزارة الوزارة ما تبغى تدفع على الأندية تقول أنتم جيبوا العرفة جوبوا يا أحياء بمسياتكم بشطرتكم جيبوا بالمبلغ قولوا حنا نسكنك وذهبوا وروحوا جيبوا رعاة أنت يقول لك في كل مدينة في المملكة في مجموعة تجار يدعمون الأندية الرياضية لما يدعمون عشرة في المئة من دعمهم للأندية الرياضية الأدبية مثلا نجي طويل العمر الأوضاع الحالية توجه الوزارة إلى أن هذه الأندية تقوم بنفسها وترعى نفسها واللي مقادر يقف الباب وانت شفت الأسبوع الماضي حين جبنا أنه نادر مدينة وكثير من الأندية يغلق تبوابها الآن أو صرحت موظفيها القطاع الثالث هذا مهم في الرؤية لو لا حتى الرؤية مركزة على القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث اللي هو غير الربحي ودخل فيه مناطق كثيرة وترموم ترك شاتر يعني أنت عندك ميزانية عندك ميزانية اشتري أوقاف وبدأ يصرف على نفسك من الأوقاف بمعنى أنك تستثمر المبلغ لا تسير هما ما يبون الأندية باختصار تسير حالها يبونها عزيزة نفس أنك أنت تستثمر وتصرف على نفسك طيب الآن يا طويل العمر الخطاب التجديد في الأندية لازم يمر على الجميع ابتكرت الوزارة خطة نعتبرها ممتازة وهي الشركة العدبي أمس أنا كنت وكنت بدعوك لكنه ما لسف كان وقت الحلقة الشركة العدبي الآن اللي جاء للوزارة تقافة تعطي جوائز بقيمة 900 مليون للشركة العدبي كل حارة عدبية فيها مقهى اجتمعونتم ناقشوا تقسم المقهى بتقديم المشروبات بتهيئة المكان بتأيئة الطاولة أمس والله كنت في منتدى بصيرة حق القراءة وكانوا تقريبا 20-30 واحد في مقهى في حارة مدينة الرياض تصور هليك فيها نادي عدبي واحد أنت أمام حلين يتحط في كل حارة يعني أنك تلغي النادي هذا فقالوا ونوزعها في كل الرياض يكون عندهم مقهى ثقافي معتمد من قبل تشوف مثلا المقهى مكتوب معتمد من وزارة الثقافة أنه شريك يسمونه الشريك الأدبي وهي فكرة أنا شفتها في الغرب وفي رحة أنها طبقت عندنا تريح كهلال علي عندهم مقهى ويجتمعون فيها جماعة نجتمع بروب واتساب وكذا لأن النادي الأدبي يبغى لهم لكن فكرة الشريك جاي إلى جوار بقاء النادي ودعمه ولا جاي بديل للنادي لا لا هي ليست هذه ولا هي خط ثقافي يغرد الوحد الأندية هي الحكومة الوزارة ما قفلتها الوزارة قالت حنا أنت هذه دراهمك وشغلك دبر نفسك مشيت وكي مشيت سك الباب ومشي بس إننا لز للوزارة تأرف كل وزارة الثقافة تغيرت صارت الثقافة 16 نوع الأندية الأدبية للآن ما يؤمنون بالطبخ ما يؤمنون في الأزياء وزارة الثقافة حقولها 16 هم مهتمين تقريبا في الأدب والترجم بس هو اسمه نادي أدبي صحيح يعني هو يهتم بشؤون الأدب يعني مو مطلوب منه أنه يهتم بشؤون الثقافة ككل صحيح وفي جدة مسمينه النادي الثقافي الأدب الثقافي أيوة فيه شكالية مصطلحة طبعا أنا ما أقول إنشاتي مجروحة وليست صريحة ولا أنا بتجربتي مع لاندي يعني في نادي جد عملي ما دخلته ولا أدري مع أنه أنا مسك ماء قد استضفت فيه أنا سويت أمسي آخر أمسي لي كانت في عرعر سويت مرة وفي بريدة مرة 1420 قبل ربع قرن وفي المدينة وأنا مدرس يمكن قبل ثلاثة سرعة هذا كل عهدي فيه وطبعا لديوان صغير متبرئ منه براءة تذيب من دم يوسف ما لي علاقة فيه هذا كل ما في الأندية ما للأندي في ذمتي فقط لكن أنا أقول إنه باختصار أبو يحي عشان ما نظلمهم أنا أقول للأندي الأدبية جاء وقت من الأخوات أدت رسالتها أنتجت مبدعية ممثلين الآن هما أسياد الساحة طلعوا من الأندية الأدبية أدت ثمارها الآن يتطور يتغلق ما فيه لها الحل الحوار على الأندية الأدبية أعتقد أنه حوار واسع ويحتاج إلى يعني حلقة موسعة للنقاش في كل تفاصيل الأندية الأدبية لأن وجهات النظر حول هذا الموضوع مختلفة ما بين الأشخاص الموجودين في الأندية المثقفين الذين ينظرون إليها الناس اللي عايشوها فأعتقد أنه فيه وجهات نظر كثيرة يجب أن تطرح وتستحق أنه مساحة إعلامية أوسع للحديث وللنقاش حولها وهذه راح تكون إن شاء الله في الأيام القادمة نروح إلى فاصل أول في حلقتنا قبل الفاصل كنا معكم في حزمة فرح وخبر الأسبوع بعد الفاصل بنلقاكم في مزاين الكتب وبرواز خليكم جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر